هارفين انتوا للموضوع اللعيبة لما بتسجل اهداف بتروح تحتفل نص ساعة غير النص ساعة اللي بيضايقها لما بيقعوا يعني انت فهم في لعب كده بيسجل هدف يروح يقعد يحتفل نص ساعة وبعد كده يرجع يقع في المرعة من نص ساعة فاللاقينا في سنة عايشين في حاجتين في المباريات وقت كبير اوي في الاحتفالات وقت كبير اوي في الاصابات والاوعات في المرعة فالراجل بريرة عمل حاجة ظريفة جدا جدا رئيس لاجل الحكام المصري ادى تعليمات للحكام بانه اللي هيروح يحتفل احتفاله ما يزيتش ابدا عن ستين سانية عن ستين سانية احتفلت اكتر من ستين سانية في انذار على طول ما تتعادش بقى تعملها تقديرية لأ انت معك ستين سانية حاول تزبطه ما زبطمش انت خدت انذار طيب ستين سانية دول هيترموا في الارض لا ستين سانية اللي احتفال بالهدف ده تحسبه في الوقت الضيعة تركائية يعني انت عندك دقيقة كل جول بديقة كل جول بديقة جبنا سبعة تجوان بقى سبعة دقائق ده غير بقى الوقت الضيعة في بتاع الاصابات وخلافه يعني ممكن تزاود بقى عشر اتنشر حسن ما تشوف اللي بيحصل في المباراة والتغيرات وخلافه عشان هو الراجل زي ما قلت لكم عايز يطبق فكرة الوقت الفعلي الوقت الضيعة الفعلي في المباراة ضع اتنشر دقيقة هرفع اتنشر دقيقة تلاتاشر خمستاشر هرفعهم مش مشكلة موقف جديد بالمناسبة الكلام اللي بيجي عن بريرة انه هو كان احسن شوية كان عنده خبرات اكتر وبريرة مش قوي انا عجبني حاجات في بريرة وشايفها وانا حب الحاجات اللي شايفها هتقول لي ايه اللي شايفها هقول لك هقول لك اول حاجة عملها بريرة حاجة عظيمة جدا وما ياخدش باله منها كتير من السادة المشاهدين او الجمهير الكرة في مصر انه عمل قيمة محددة لحكام الدرجة الاولى يعني ايه يعني فيه عدد اسماء معينة دول اللي هيحكموا الدورة الممتاز بس بس يعني بس يعني ما يجيش مثلا واحد يكلمك من محافظة سين يقول لك الحكام ده بقى بتاعنا ومنحبه وبتاع ما تدينه مطش كده في الدورة الممتاز لماة وكده كده بيحصل ما تلاقيش بقى الكلام ده خلاص اسمه موجود في القائمة دي اه يلعب مش موجود مش هيلعب ما فيش بقى يعني فكية المجاملات هتقل جدا مش قولك هتنتهي بس هتقل جدا جدا فده شيء في حد زياته جيد له جزئية ايضا جيدة جدا وهي انه الراجل هيعرف يشتغل على عدد معين من الحكام على تطوير عدد معين من الحكام مش هيمسك الحكام اللي في مصر كلهم يشتغل معهم بالضبط الرئيس لك الحكام ده اتعمل زي الموديل الفني اللي هو ايه موديل الفني يقول لك انا عايز 25 لعب بس معايا هتديني 35 واما مش عارف اشتغل معهم كلهم مش عارف اضربهم فقال الراجل جمع اجموعة معنا وقال لك دول دوري ممتاز هبدأ اشتغل على تطويرهم هبدأ اشتغل على الكتب المدنية وهخليهم في احسن حال برافو دي خطوة خطوة اللي بقول لك هلابتاعة الوقت الضيعة دي نقطة مرهقة جدا وبتزهق في الدوري المصري هملعبش بتتلاقي المباراة لوقت الفعل اللي تلعب فيها في الاخر حوالي 35 و 40 دقيقة فهو ايه الارقام دي فلا حلو ان احنا نسرع اللعب ونخلي اللعب حلو ترجمة نانسي قنقر